السلام عليكم حسناء زلاغ تتعرض لانتقادات من جمهور دنيا بطمة أثارت الفنانة المغربية حسناء زلاغ الجدل خلال الأيام الماضية في صفوف نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بعدما أدت الأغنية التراتية المغربية خربوشة في إحدى الحفلات بمطعم شهير بمراكش وتداولت مختلف الصفحات المهتمة بالفن والمشاهير إحدى فيديوهاتها وهي تغنيها لتتوصل بانتقادات من طرف جمهور الفنانة دنيا بطمة متهمينها بالتقليد والسرقة علما أن الفنانة دنيا بطمة كانت تستعد لإصدار كوفر حصري خاص بهذه الأغنية خلال الفترة المقبلة بتوزيع جديد وهو بمثابة إهداء لجمهورها الذي طالبها سابقا بغنائها لكن طليقها المنتج البحريني محمد الترك قام بتسريبها في بث مباشر انتقاما منها ليصف المتابعين تصرفه بالصبياني كما اعتبرت فئة كبيرة من الجمهور أن الفنانة حسناء زلاغ تعمدت تقديمها تزامنا مع هذه الحادثة ولم تحترم مجهود زميلتها حيث علقت إحدى الناشطات تبقى الفنانة دنيا بطمة الأصل ومن وجبك احترام الصداقة حتى تطلق زميلتك الأغنية لأنها سجلتها وخسرت عليها لفلوس على شح تسمعت دنيا عاد كل شي ناض راح شوم هادشي أشهاد الحقد كامل وردت حسناء زلاغ على كل هذه الابتهامات والتعليقات السلبية عبر صفحتها الرسمية بمنصة انستقرام حيث نشرت فيديو لها وهي تقدم الأغنية مرفقة بتدوينة نحيي تراثنا ولا نقلد أحدا تراثنا ملك كل فنان وملك كل مغربي وكل محب للفن المغربي أرد فقط على بعض الفضوليين الذين يسعون لخلق الفتنة لكن وقعتم في العنوان الخطأ ليتفاعل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مرة أخرى مع منشورها عبر خاصية التعليقات فالبعض أيد رأيها واعتبر أن الأغنية تنتمي إلى التراث المغربي وليست ملك الفنانة دنيا بطمة ترجمة نانسي قنقر